من الورقة البحثية أو الورقة المصغرة الورقة السياسات دي يعملها في أي حاجة هو عايزة سواء مجال دراسته مجال شغله حاجة هو حبيبها شغفه لأن طبعا مش كل الناس بتبقى داخل الدراسة وعايزة تشتغل في نفس المجال طبعا الدفعة الأولى دي بدأت تعمل بشكل رسمي خلاص ده المستوى الثاني وتقيمت الأوراق بتاعتهم وبالتالي دخلنا في التالت التالت وهو تي و تي و ده لازم يكون احنا شايفين احنا كان لازم يكون physical meetings يكون نشوفهم فيها الحقيقة طبعا اللي هنا عندي المجموعة الأولى 100 متدرق فقسمناهم على مدار أسبوعين التي و تي خمسة يام متواصلة من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 4 وصعب بغاية الساعة 5 بيحضروا التي و تي علشان يتعلموا ازاي بقى يوظفوا اللي هم اخدوا ويشرحوا للناس التانية بشكل يكون احترافي يعني في مجمواتهم بسقة بالزبط فاحنا المجموعة دي على مدار أسبوعين احنا خلصنا الأسبوع اللي فات الأسبوع الأول كان معي 50 متدرب برضو عشان يبقى فيه تفاعل أكتر فتقسموا على قاعتين كل قاعة حوالي 25 والأسبوع الثاني كذلك بيحضروا التي و تي و في خلال التي و تي الدكتور بيقدر يربط طب اللي انت قلته في ورقة البحثية بتاعتك ورقة السياسات تقدر تقوم تشرحه او تدينا السامري عنده فيقدر ان هو يبقى فيه عنده تفاعل أكتر ويقدر ان هو يوظف اللي هو خده طيب ممكن نسأل سؤال المرحلة او الفترة الاولى دي عدت فترة الاولى عدت من المرحلة او ممكن حدت تاني حب الموضوع و احنا بنتكلم دلوقتي وحب يقدم يقدم ازاي بقى هو حاليا للأسف هو التقديم الاولاني قفل بس احنا يعني حاليا فيه توجه ان شاء الله احنا هنفتح باب التقديم قريب المرة تانية لسه المعد مش محدد لسه بس هو رائب ان شاء الله والمرة التقديم اللي جاي احنا كمان لحظنا فيه توجه كمان من الناس الموظفين في الحكومة ان هم حابين يقدموا فقررنا ان احنا نفتح لهم المجال في المرة التانية هل ده ممكن يفيده وظيفيا هل ممكن يرئيه هل ممكن يحسب من ادائه اكيد لان حاليا احنا يعني كل الجهات الحكومية مفوضة بفيها وحدات خاصة بتامية ومسادمة لما هو ياخد دورة زي دي بتنمي كل حاجة فيه مهاراته الشخصية بتخليه عنده يشوف ايه الطبق اللي هو عنده شغل فيه خاص بالتانية ومسادمة حتى لو كان موظف عادي مش قيادة حتى لو كان موظف فيبتدي ان هو يدي افكار يعني انا المجموعة اللي فاتت لما خلصوا في منهم ناس راحوا في منهم ناس اعضاء هي التدريس يعني صغيرين راحوا لعميد الكلية وقالت له انا عايزة اعمل واحدة تانية ومسادمة في الكلية وعايزة اربط المناهج اللي احنا بناخدها بالتانية ومسادمة هم فعلا شغالين على حاجة زي كده وهما طلبين كمان ان احنا نساعدهم في الفترات اللي جاية طيب السؤال بقى اللي كان بيجيلي من كل المتدربين طيب احنا بعد ما نخلص هنعمل ايه انا مش بديهم الشهادة هو ده التارجت ده التارجت بس انا التارجتي مش شهادة انا تارجتي ان انا علم وانشر الوعي فكانت الفكرة ان انت بعد ما بتخلص فيه طبعا مراحل تقييم يعني هو في التي و التي بيتقيم برده نعم وفي الاخر هاختار افضل افضل مية يعني من الالف ان هما دول هيسفروا مع يعني او هياخدوا مع حاجة اكاديمي تي و تي ادبانس دول بقى صفوة الصفوة يعني ندا نقول الافضل هما طبعا كلهم هيبقوا ان شاء الله يعني كويسين وكل حاجة بلس ان احنا بعد ما بنخلص خالص بنختار من الناس دي مفوضة ان انا عشان اديك الشهادة هيبقى ليها expiry date لمدتها سنة انتو كمان مجوداتكم